أهلنا في المخيمات ماذا تقول لهم؟ والله هؤلاء أهل المخيمات رعاهم الله تعالى وحفظهم وأيدهم أيضا إن كان لديهم شباب إن كان لديهم رجال أقوياء لا بد من إرسالهم إلى أرض المعارك إلى حيث الجبهات إلى أماكن التدريب إلى أماكن التعليم هناك على أرض الشام لا أن يبقوا هكذا مع القواعد مع النساء مع الشيوخ هذا لا يعذرون بذلك وأن لابد لهم من نقلة نوعية من مرحلة القعود إلى مرحلة الرباط ومرحلة العمل فالجبهات بحاجة إلى أولئك الشباب الأقوياء بحاجة إلى أولئك الرجال لأن يرابطوا على الثغور وأن يدافعوا عن الأهالي وأن يدافعوا عن الأراضي وأن يدافعوا عن مقدساتنا ومساجدنا وحرماتنا ترجمة نانسي قنقر